يواجه العراق انتشاراً لافتاً لظاهرتي التسحر والجفاف بسبب شح المياه في أغلب مناطقه خاصة الغربية والشرقية فضلاً عن انخفاض مناسب نهري دجلة والفراط في ظل غياب الاتفاق مع الدول المتشاطئة وخاصة إيران حول الحصص المائية يأتي ذلك في وقت تنشغل فيه حكومة أقليم كردستان ببناء أربعة سدود كبيرة مع استمرار العمل على إنجاز ثلاثة عشر سداً آخر تختلف سعتها حكومة الأقليم رصدت أموالاً لإنجازها بهدف الحدي من تأثيرات ظاهرة الجفاف عبر تحسين إدارة استراتيجية لمصادر المياه في الأقليم فضلاً عن رفض المياه الجوفية وتغذيتها من خلال جمع المياه في هذه السدود كانت بالبداية الفكرة أنه يتم إقامة تسع سدود لكن بعدين الآن النية أنه يتم إقامة أربع سدود والعمل جاري من أجل البدء والمباشرة بإنشاء هذه السدود إكمال 13 سد موجودة ولو كانت منشأة لكن أكو بها نسب إنجاز قسم 80% 70% صرفت المبالغ لغرض إكمال هذه السدود وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة الأقليم تقول إن 80% من مياه سدود الأقليم تعود فائدتها على مواطني المناطق الجنوبية من العراق بعد أن تم الاتفاق على إدارتها بالشراكة مع الحكومة الاتحادية إلا أن خبراء يحذرون من مواصفه بالتداعيات السلبية على مناطق خارج الأقليم في ظل غياب التنسيق بين بغداد وأربيل بشأن السدود الجديدة قامت السدود في أقليم كردستان إن لن يتم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية وضمن الخطة المائية العراقية بالتأكيد سيؤثر تأثيرا مباشرة لحد هذه الدقيقة أعتقد التنسيق قائم ولكن مسألة البناء بشكل خارج عن سياقات الحكومة الاتحادية سيكون ضرر كبير على المناطق الجنوبية والوسطى من العراق ويمتلك أقليم كردستان العراق حاليا ثلاثة سدود كبيرة هي دربندقان ودوكان ودهوك بالإضافة إلى مجموعة سدود ترابية صغيرة إلا أنه بحسب بيانات وزارة الزراعة فإن نسبة المياه في جميع هذه السدود لا تتجاوز في الوقت الحالي 41% من الطاقة الاستعابية للسدود وهي نسب تعتبرها الوزارة منخفضة بسبب قلة الأمطار الموسمية في فصل الشتاء البحث عن معالجات لأزمة المياه في البلاد يجب أن يكون على مستوى العراقي مع الجارتين تركيا وإيران وحصول البلاد على الإطلاقات المائية وفق الحصص المثبتة في القوانين الدولية هذا ما تراه وزارة الزراعة في حكومة الأقليم لبرنامج بالعراقي عبد الحميد زيباري الحرة